مقالي ومقاله وتكلمت فصيحة الدوحة فصيحة الدوحة الدكتورة الزينب المحمود الدكتورة الزينب المحمود لها زاوية اسمها الفصيحة في جريدة العرب هي شاعرة فصيحة ولا صفيحة فصيحة هي أستاذة جامعية أستاذة جامعية عضوها هي التدريس في جامعة قطر أديبة وشاعرة ولها برنامج إذاعي شعري في الإذاعة القطرية بصوا كل اهتباماتها خارج الرياضة ما لهاش علاقة بالرياضة لكن شيئا ما استهواها لكتابة في الرياضة فكتبت مقالة في جريدة العرب بعنوان تعلموا من الأهلي كبير العرب وأفريقيا وقالت إن أنا كتبت قبل كده مرة في حياتي مقالة تعلق بالشأن الرياضي كان عن فوز العربي بكأس سمو الأمير هو الدفع عن أترك الكتابة مواقتا عن عشق الأبدي بحور الشعر وجماليات لغة الضاد وبتقول بس فجأة فيه حاجة لفتت نظري جدا فعايز أكتب عنها بتقول ردة الفعل الإيجابية على مقالة عن الرياضة شجعا أن أنا أبص للرياضة باعتبارها شأن إنساني واهتمام مجتمعي فبتقول أن أنا قبل الثلاث سنين كنت أجلس مع أسرتي أمام قناة الكاس حيث كانت تنقل مباشرة من مطار حمد الدولي لحظات وصول بعثة الأهل المصري إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كاس العالم للأندية لقد هالني ما رأيت حشود جماهيرية غفيرة تنتظر الفريق في المطار يخرج أول فرد في البعثة رجل وقور يمشي بخطوات واثقة والجموع تهتف له بيبو بيبو بينما هو في تواضع غير مصطنع يطلب منهم عدم الهتاف لشخصه والهتاف للنادي وللبعثة ككل بتقول الدكتورة زينب المحمود من يكون هذا الرجل حتى يتم استقباله في المطار بهذا الحب الكبير الذي هزني من داخلي سألت عنه وسمعت الكثير والكثير إنه محمود الخطيب أسطورة من أساطير الأهلي على مر العصور وحينما تصف جماهير النادي أحدا بالأسطورة فإن اللقب لا يعكس فقط مهارته وعطاءه الرياضي بل لابد أن تسبقه الأخلاق لذا ظل الخطيب محتفظا بجماهيرية جارفة رغم اعتزاله اللعب منذ أكثر من ثلاثة عقود ظل خلالها يخدم ناديه بإخلاص حتى وصل إلى مقعد رئيس النادي وما أدراكم برئاسة نادي يقول أصدقاء المصريون إن مشجعي يمثلون بين 80 إلى 90% من أهل المحروسة بينما يتطرف آخرون مازحين إن كل مصر يولد فإنه بالضرورة يكون أهلويا وبتقول الدكتورة زينب المحمود الأستاذة الشاعرة القطرية بالنسبة للخطيب أو بيبو كما يلقبونه فقد رأيت فيديوهات له في الأيام الخوالي حينما كان يلعب إن شئت الدقة أقول بعين المتفرج إنه أحد أمهر من يدعبون الكرة وإن شئت الحديث بعيون الشاعر فسأعتبر أنه كان يقدم على المستطيل الأخضر تبلهات من فنون وقصص وإبداعات وبتقول أما عن الأهل وقيمته فإذا كانت شهادة المصريين فيه مجروحة فإن شهادة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني رئيس الانتحاد القطري لكرة القدم هي شهادة الحياد هي شهادة الحياد لقد رأيت تصريحات لسعادته قبل شهور حينما زار مقر النادي الأهل في القاهرة ذكر فيها أنه فوجئ بكم الإنشاءات في النادي والتي تتم بمجهوده وتسويق اسمه وأن أي لعب أو فرد من جمهور الأهل عليها أن يفخر أنه ينتمي إلى هذا النادي الكبير بتضيف شعيرة الدوحة أو فصيحة الدوحة لو تحدثت عن الأهل وما عرفت عنه فلن تكفين المساحات لكن باختصار هو منظومة نجاح متكاملة تقوم على عمل مؤسسي من زماء أو ستاشر سنة والنتيجة ليست فقط في تسايده الساحة الأفريقية ولا كونه الثاني عالميا في البطولات القرية ولكن كمؤسسة عملاقة لها حاليا أربعة فروع أو صروح كبرى على الأراضي المصرية وستفتتح خلال أيام الفرع الخامس وهو ما لا يتوافر لأي نادم في المعمورة ولذا يتسابق عليه الرعاة من كبرى الشركات والعلامات التجارية ليكون اسمهم مقترنا باسم الأهلي بتضيف الدكتورة زينب المحمود في ختام هذه المقالة الواجب علينا كعرب الاستفادة من هذا النموذج الناجح والمنظومة الإدارية الرائعة وعاش الأهل الذي صرت واحدة من عشرات الملايين من محبيه أهلا بك وسيكون بالتأكيد ضمن أجندة زياراتي لمصر الحبيبة